طيب غير البالغ إذا صام قالوا يصح منه الصوم ولا يجب عليه يصح منه الصوم ولا يجب السلف رحمه كانوا يقوم كنا نصوم أولادنا وصومهم يعني إيش حديث الربيع يعني نأمرهم بالصيام نعودهم على الصيام فالغير المكلف اللي هو غير البالغ المميز أبو 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين إلى أن يصل إلى البلوغ قبل أن يصل إلى البلوغ هذا غير ممكن لو ما صام ما عليه شيء ولذلك هؤلاء من رحمة الله بهم يعني تكتب لهم الحسنات ولا تكتب عليهم السيئات يعني مهما يعمل من السيئات ما يحسب عليه شيء وإذا عمل من الحسنات حسبت له يعني أنت من أن تولد أو من أن تميز خلنا نقول لأنها خلاف قبل التمييز هل يحسن أو لا خلنا من التمييز حسن نقول من الخلاف من أن تميز من سنة عمرك 6 سنوات إلى أن تبلغ 13 14 15 سنة حسب الناس متى يبلغون في هذه الفترة بس حسنات بس حسنات صلي تجيك حسنات صوم تجيك حسنات تتصدق تجيك حسنات تقرأ القرآن تحفظ حسنات 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 وكتابه السيئات مسكر مختم عليه ختم ما يفتح حتى لو فعل ما حتى سرق طفل سرق ما عليه سيئة يؤخذ منه المال هذا موضوع ثاني لكن ما تكتب عليه سيئة عقّ والديه لا تكتب عليه سيئة أدّوا الناس أشجعهم الأطفال أدّوا الناس لا تكتب عليهم سيئات يعاقب يؤدّب يعاقبهم عليكم فيهم بس عند الله ما يعاقب عند الله ما يعاقب أنت تعاقبونهم تربية من باب التربية لكن عند الله لا يعاقب مهما فعل كتاب السيئات مغلق لا يفتح أبداً ولا يجري عليه القلم قلم السيئات لكن قلم الحسنات اللهم بارك يمشي قلم الحسنات فمجرد أن يبلغ الإنسان وكان على طاعة وعلى خير ورباه أهله تربية صالحة تلقى ميزان الحسنات مليئاً بينما ميزان السيئات صفر ولا شيء ما يكتب عليه شيء إذن متى يبدأ يحسب عليه السيئات إذا بلغ إذا بلغ الآن جرى قلمه السيئات كما جرى قلمه الحسنات إذا شرط وجوب الصوم البلوغ قبل البلوغ يقبل منه الصوم ويصح منه الصوم لكنه لا يجب عليه ويؤجريه يثاب لكن لا يأثم إذا ما صام لكن يدرب يؤدب كذا نعم طيب هل يضرب على الصوم بعض أهل العلم قال يضرب قياساً على الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وهذا الضرب أيضاً ليس ضرب عقاب وإنما ضرب تأديب قالوا طيب إذا كان الصلاة يؤمر بها ويضرب فالصوم من باب أيضاً يقول لا الصلاة أهم من الصوم ولا يقاس الأضعف على الأقوى قالوا فلا يضرب على الصوم لا يضرب على الصوم لكن ممكن يكافأ يقول إن صنت أعطيناك يعني يأخذ الدنيا وأخرى يأخذ أجر أخروي من الله تبارك وته يأخذ أجر من أبيه أو أمه صحيح ودنا معنا باللغ ودنا على طول الصغار هو صحيح يعني الصغير يا حظه دائماً يأخذ من الحسنات ولا يكتب عليه شيء من السيئة طيب